موسيقى قالت مريم كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا طبعا احنا شفنا أنه الملاك جبرايل ظهر للقديسة مريم العذراء وحدثها عن نوعية وكيفية الولادة أنه مش بالتناسل الجسد أنه هذا رح يكون من الله أنه الروح القدس يحل عليها وقوة العلي رح تظللها وأنه هذا مش من زرع بشري طبعا لتتميم نبوات حتى يولد المسيح الفادي ومن ناحية أخرى أكد ليوسف في حلم أن لا يخاف يأخذ مريم امرأته لأنه بالحقيقة الذي حبل فيها منه هو كان من الروح القدس وفعلا هذا هو القرار فاتأكد يوسف ومريم من هذا الموضوع لأنه طبعا كانوا في مدينة الناصرة حتى يطبخوا الفكرة أكثر وحتى يعطوا فرصة أكثر تركت مريم ذهبت تركت الناصرة وذهبت إلى جبال يهوذة إلى مكان يسمى عين كارم طبعا اليوم هو في عين كارم هذه منطقة عين كارم جبال يهوذة بقرب مدينة أورشاليم القدس منطقة جميلة جدا بتشوف فيها عدة كنائس واحدة من أهم الكنائس كنيسة يحنى المعمدان مكان ولادة يحنى المعمدان في هذه البلدة وبتشوف كمان عين العذرة لأنه مريم مكثت ثلاث شهور عند قريبتها ألي صباط فالعين اللي موجود في البلد يسمى عين العذرة ولما نطلع للجبل من فوق هي منطقة المنطار بسموها كنيسة الزيارة هناك زارة مريم ألي صباط ألي صباط طبعا الكتاب المقدس بيوصفها أنه كانت من بنات هارون ألي صباط كانت بارة كانت طقية كانت مؤمنة بالرب وكانت متزوجة لزكريا الكاهن كان بيخدم مع فرقة مشهورة اسمها فرقة أبية وهذه الفرق تأسست بحيث أنه يخدموا بالهيكل في أوقات معينة ومحددة والقرعة وقعت على زكريا الكاهن وراح يكهن في منطقة القدس حتى يعني في داخل الهيكل وهناك أمام مذبح البخور كان الملاك ظهر له كمان في إعلان أنه أنبأه في مجيء يحنى المعمدان الذي سيهيئ الطريق لمجيء يسوع المسيح طبعا زكريا بيختلف عن مريم سأل سؤال عن عدم إيمان فالعلامي كانت له أنه الملاك ضربوا بالخرس إلى مجيء يحنى المعمدان لكن الجدير بالذكر أنه زكريا وألصابات اتنين كانوا يعني عجايز أكبار في العمر والمشكلة الثانية والأكبر أنه أصلا الإصابات كانت عاكر لما كلم الملاك مريم العذراء قال لها هو ذا نسيبتك أيضا حبلة بابن في شيخوختها وذكر هذه الكلمة أو هذه الجملة لأنه ليس شيء ليس ممكن لدى الله كل شيء مستطاع لدى الله فالميلاد مليئة بالمعجزات كيفية التعامل مع زكريا الكاهن وألي صباط ولادة يحنى المعمدان وأيضا زيارة الملاك لمريم والإعلان ليوسف كل أحداث القصة أحبائي تتكلم عن ولادة يسوع المسيح وهذا مهم جدا أحبائي إلنا أنه ندرك أن ولادة يسوع المسيح وكل الظروف المحيطة هي تأكيد لصحة الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر